بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون صحبة الصالحين صلاح وصحبة الأولياء ولاية وصحبة المهتدين هداية وصحبة المفلحين فلاح وصحبة أهل التقوى تزودك التقوى حقا الصاحب ساحب وكما قالوا قديما قل لي من تصاحب أقل لك من أنت وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك هدية وإما أن تبتاع منه أي أن تشتري منه أو أن تجد منه ريحا طيبة تشم منه رائحة طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة وقديما قال العلماء لا تصاحب إلا من ينفعك حاله أو يدلك على الله مقاله لا تصاحب إلا الصالح من هذه الأمة لا تصاحب إلا من يأخذ بتلابيب قلبك إلى مولاك جل وعلا لا تصاحب إلا من يذكرك بالله جل وعلا لا تصاحب إلا الأولياء لا تصاحب إلا الصالحين وربما يسأل نسائل ويقول كيف أعلم أن هذا من الأولياء وكيف أعلم أن هذا من الصالحين قال صلى الله عليه وسلم الولي من إذا رأيته ذكرت الله وقال الولي من إذا رأيته ذكرك بالله إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا قوم لهم شأن عظيم عند الله جل وعلا لا يعرفهم الخلائق وإنما يعرفهم رب الخلائق جل وعلا أناس تقضى حوائجهم قبل أن ترفع إلى السماء حواجبهم أناس يحنون إلى غروب الشمس ويحنون للليل كما يحن الطائر إلى وكره وقت الغروب فإذا جن عليهم الليل وغطاهم بظلامه وفرشة الفرش ونصبت الأسرة نصبوا لله أقدامهم وفرشوا إليه وجوههم فهم بين متأوه وشاك وبين صارخ وباك وبين راكع وساجد يناجون الله جل وعلا بالقرآن ويتملقون إليه بإنعامه سبحانه وتعالى صاحب هؤلاء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تدخل في قول الله جل وعلا وَنَزَعْنَا فقال أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فقال الآخر له هل أنت غاضب علي في شيء فقال ولما قال لماذا تدعو لي أن أكون من أصحاب اليمين أطلب منك أن تدعو الله لي أن يجعلني من المقربين فانتبه الصاحب لصاحبه وعلم أن درجة المقربين أعلى من درجة أصحاب اليمين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم مجالسة الصالحين وأن يجعلنا مع الصالحين دنيا وأخرى وأن يحشرنا معهم تحت لواء سيد الخلق وإن لم نعمل بعملهم اللهم آمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وشكر الله لكم حسن متابعتكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته